ناخد مباراة مباراة ونبدأ بأكثر مباريات اليوم إصارة محلياً في يوتشر النهاردة فاز 3-2 على أمبي هدف أول لمصطفى ديودار لأمبي في الديئة 37 وعال لحظاتكم الأهداف كمان عشان تشوفوها معنا هدف تقدم بأمبي اللي ماشي بشكل معقول جداً مع الكابتن طلعت يوسف على مستوى الأداء ولسه النتائج فيها كلام بعد كده المتقلق واحد من أفضل لعبي وصف الدوري الموسم الماضي والموسم الحالي محمد ريدا بوبو تعادل لفيوتشر في الديئة 50 من ضربة جزاء بعد كده عبدالكبير الوادي تقدم لفيوتشر في الديئة 61 بعد ما ضيع كورتين شبه كورة الهدف بالزبط يعني قبلها على طول ضيع كورتين شبه كورة الهدف بالزبط وبعد كده سجل امي بعد كده تعادل في دقيقة 69 من ضربة جزاء سجلها علي فوزي وبعد كده عمر السعيد سجل هدف الفوز لفيوتشر في الديئة 3 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عشان تنتهي المباراة المسيرة جداً لصالح فيوتشر قبل ما سيف فيوتشر فيوتشر عنده تشكيلة من اللاعبين رائعة جداً ممتازة ممتازة تخليه ينافس على الصدر عنده جهاز فني مستقر واحد من أكتر المدربين اللي عاملين شغل في الدور المصري بقالهم على الأقل تلات مواسم الكابتن علي ماهر عامل أداء رائع وكبير جداً والميزة بجانب أن الكابتن علي ماهر نفسه مدرب محترم جداً أنه فيه استقرار منذ دواجد فيوتشر في الدوري والكابتن علي ماهر معاهم ومشيين بشكل رائع جداً على المستوى الإداري في استقرار في الجهاز الفني في استقرار في اللاعبين فيه مشروع حقيقي يعني ايه مشروع حقيقي؟ ودي بس عايز أقف عندها للحظات بس يعني ايه مشروع حقيقي؟ مشروع حقيقي إنك تجيب مدرب على قد طموحاتك طيب كابتن علي ماهر على قد طموحات فيوتشر ولا آه هو مدرب نفسه طموح هو مدرب طموح يعني ايه؟ يعني اللقتي نادي أو فريق طموح إن أنا هنا وعايز أبقى هنا صح كده؟ فجيب مدرب هنا وعايز يبقى هنا مش أنا هنا فجيب مدرب من مدربين الكمة فيجيلي وحاسس إنه هو أكبر من الفريق ومن طموحات الفريق فما يقدرش ينجح مع الفريق ركز بس في التفصيلة ديت أنا عايز مدرب على قد طموحاتي أنا طموح وهو طموح فالكابتن علي ماهر كان اختيار جيد وزكي من إدارة فيوتشر ده على مستوى المديد الفني على مستوى اللاعبين أنا عايز احتياجاتي يعني ايه؟ يعني برضو عايز اللعيبة اللي عندها طموح مش اللعيبة اللي هي جيالي ومخلصة كل الطموحات يعني إن هي كبيرة خلاص أنا كده كده عملت بطرات وإنجازات وأنا لعيب كبير فمش محتاج يعني أنا هقعد لي سنة سنتين مع فيوتشر ومش محتاج مش محتاج أكسام معاهم مش محتاج أخذ بطولة لا راح جاب لعيبة شباب جاب لعيبة خبرات جاب لعيبة أجانب كويسين جدا حتى في عملية دخول اللاعبين أو انضمام اللاعبين وخروج بعض اللاعبين معمولة بحساب جدا لعيبة في المستوى اللي هو مستوى الطموحات مرة أخرى أنا عايز حالياك تفهم الكلمة فكرة المشروع السليم وبالمناسبة المشروع اللي بيعمله فيوتشر دلوقتي شبهه من كم سنة كان بيعمله مصر المقص قبل ما يهبطه قبل ما يخش في الأزامات المادية وخلافه كان بيعمل زيه أنا بجيب مدرب على قد طموحاتي بجيب لعبين على قد طموحاتي أنا طموح أن أنا أوصل للكمة فاللعيبة تبقى عندها نفس الطموح والمدرب عنده نفس الطموح مش ناس جاية شبعانة من الآخر بس ما تقولش كريمة عمال يقول كلام كبير أنا مش عايز ناس شبعانة أنا لو بعمل مشروع مش عايز ناس شبعانة عايز ناس لسه عايزة عندها طموح ففيوتشر حقيقي مشروع طموح طيب أنا بقولك كلمتين دون ليه النهاردة ما أترهمش قبل كده بالتفصيل له عشان فيوتشر دلوقتي قريب جدا من الصدارة فيوتشر في المركز الثاني وقادر أنه ينافس على الصدارة قادر أنه ينافس الأهلي قادر أنه ينافس الزمالك قادر أنه ينافس برامز اللي بقاله سنة وسنتين بيلعب برضه في منافسة مع الأهلي والزمالك في الصدارة بس دلوقتي لا فيوتشر ياخد حقه زي من الأهلي والزمالك بياخدوا حقهم زي ما برامز بياخد حقه فيوتشر ياخد حقه بما أنه من الفرق اللي خلت الدوري يقرب منافسة على الدوري حلوة فده ياخد حقه قوي ده ياخد حقه زي الأهلي والزمالك وبرامز عشان برامز المثالي فاتت واللي قابلها واخد حقه برضه في الحديث كونه أو كونهم بقى دلوقتي أنا بتحدث عن فيوتشر وبرامز انه هما خلوا للمنافسة طعم احنا دايما بنشوف اهلي وزمالك وشكرا دلوقتي لا في يوتشر فريق مشروع حقيقي ذا كذلك الكلمة مشروع حقيقي طموح طموح على المستوى الجهاز الفني عنده جهاز فني طموح مش جاي شبعان لسه عايز يكبر اكتر ويحق انجازات اكتر طموح على مستوى اللاعبين اللي انت مش جاي بلاعبين اللي هو ايه انا جاي عم انا شبعان انا مش محتاج بطلقات ولا انجازات ولا اعمل ترتيب ولا الكلام ده اقول لا فيوتشر جاي بلاعبين لسه عايزين كتير فتحس ان المشروع كله طموح عشان كده بقولك لو انت فكرك ان فيوتشر يعني بيخبط في الصدارة كده او في المنافسة على الصدارة وهيبعد تاني تبقى غلطان هو بيتسحب بس عنده كل مكاومات النجاح كلها ادارة وجهاز فني ولعبين